أحد جالك تقاب وانعزلت وقعدت لوحدك وطبفت النور وقعدت تسمع ناي ومكلسوم يا ريت أنا كنت مرحلة أبعد من كده يعني أنا كنت كل يوم تقريبا بحارب نفسي إنه ما نطش من بلكونه كل يوم كل يوم ولولا يعني الحاجة الوحيدة اللي كانت دايما بطقف بيني وبين الصور نادي أمي إنما كنت مشفق عليها من الألم اللي هي هتشوفه إذن أي حد معارض نوصل لليأس إزاي ما يوصلوش يعني في النقطة بعد الفشل مباشرة بتبقى عندي مسافة اللي أني أقرر الفشل وأني أقرر أني عاجز عن الخروج منه ده ممكن توصلني اللي أنت وصلت إيه إذا أقررت بالفشل إزاي يخرج بقى من دائرة دي بسرعة ما أعشب غلطة صلاح محتاج ما يسمى بيه السابورت سيستيم أو بنظام الدعم وإحنا للأسف عندنا في مصر الناس اللي بتحبك أكتر ناس بتحبك هي أكتر ناس بتكسر مأديفك بدعوة الحب يعني أنا خاف عليك الناس اللي بره يحبطوك فهيحبطك أنا بإيدي أنت هتواجه الناس فلازم تعرف الحقيقة والحياة دي دايما صادمة ده حقيقة فإنك تكون دايما مفلطر إيه اللي بيدخل دماغك يعني قدما بقول السكة بتاعت النجاح فيها وحدة فيها لونلي نس لأن انت لو قعدت مع عموم الناس هاتي يكلمعك في مشاكل البلد وبتاع وهو مكمين اللي نجح فهتلاقي نفسك مضطر تنعزل تمام فأنت تفلتر اللي بيدخل دماغك وهقولك على نقطة مهمة قوي 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 يعني وقتما أنا ما حتش ياخد منها انطباع ما يعني بس الكبر أكبر بوابة اكتئب بمعنى بمعنى هو اللي بيكتئب بيكتئب ليه علشان توقعته في الحياة ما حصلتش غرور ابن آدم وكبره يخليه يظن أن كل الأمر بيده وأنا هقدر وأنا هعمل وما فيش حاجة اسمها مستحيل وما فيش حاجة اسمها أو أنا مش هقدر لأنه كل اللي حواليها فشل ومدمر ومؤذي وجود البعد الروحاني مع ربنا سبحانه وتعالى يعني هقولك عامل زي هو مش همنع الحدثة بس عامل زي الإيرباج فيه إيرباج في العربية هيخفف الدامج هيخفف الأضرار فكونك عارف أنك أنت مش القوة العليا وأن فيه ربنا سبحانه وتعالى وأن ليه حكمة وأن ده مش آخر المطاف ده من الحاجات اللي بتفرق قوي لأن الاكتئاب يأس يأس يعني فقدان أمل في كل حاجة طيب قبل ما خليك تكلم الشباب وتكلم الناس عايزك تقولي الأول إزاي حطيت رجلك على التأثير يعني أن تكون مؤثرا ده قرار لابد أنك تأثرت في الأول وبعدين غديت نفسك خاصة أن أنا عارف أنك لوحدك ملاكش أصحاب كتير صاحبين ثلاثة بالكتير مرتبط بوالدتك جدا طواجي القاهرة من ثلاث سنين بس والدك صاحب كبير سيد مجد أبو المجد فحد قاعد لوحده طول ما قاعد قاعد يقرأ وقاعد يذاكر مش مضيع وقته مع أصحابه ونخرج ونعمل فكرة أنا مؤثر وأقدر أخرج عن الناس وأكلمهم وأثر فيهم جات من إيه؟ عمري ما أصدتها عمري ما أصدتها بس أنت بقيت محترف دلوقتي أنت بتشتغل مؤثر باحتراف دلوقتي أنا كان أول حاجة فرقت معايا إن لو ما بدأت التدريس كنت لسه متعلم طريقة مذاكرة جديدة إحنا متعودين على طريقة مذاكرة واحدة اللي هي اقرأ وكتب الدرس مرة تلاتة احفظه ده ما كانش بيجيب معايا نتيجة والرزلت اللي أنا جبت المقبول للا أربع سنين لحد ما صديق من الصديقين تلاتة اللي حرفت العلموس مزياد عبد العزيز يعني تعلمني تكنيك مذاكرة جديد كده محتمد على الاستيعاب البصري أنا مرتب على جامعة إنجمس في الميجستير ومرتب على الجامعة الثانية في إنديانا فإيه ده دنيين فعاكسب دنيين فعنجح فلما كان يجي لي طلبة ياخدوا معايا كرسوات ولاي واحد منهم فاشل ومقتنع إنه فاشل أقعد معايا أقول له أنا كنت زاك وعملت كذا وفرقت كذا فلما لقيه سادة منين فعنجح وبينجح بصراحة عبيت الموضوع بتاخد ثقة في نفسك وتكمل أنا كان بالنسبة لي أنا برمي رصيد لربنا سبحانه وتعالى قدامي يعني يحميني إن شاء الله من من الواحد برضو نفسك أولا طبعا بتبقى عايز زي عازل أو حاجة تحميك من المشاكل اللي إنت بتعمله ومع مرور السنين اكتشفت يعني حضرتك وإنت بتكبر كان عندك زي ما يقوله ساموة أنت لكة بتوع قدوة أنا كان عندي قدوة الناس ما عندهاش قدوة دلوقتي واتقررت إنك تبقى قدوة خالص خالص لا أدعي أبدا في نفسك القدوة لا ده دي مسؤولية طب قدوة في العلم قدوة في الأمل ولا أي حاجة لإنت بترفض إن الإنسان يبقى له قدوة لإن ده بيحط الناس في توقعات بيرفع سقف التوقعات في البن قدمين لحد الكمال ويدور على نقطة قد كده يقع ولو النقطة بس ما عجبتوش الكيان كله هنهار ده صحيح ما عندناش فكرة إن أنا لأ أنا هتعلم من أستاذ خيري احترافيته في الحتة الفلانية وهتعلم من صلاح احترافيته في الحتة الفلانية هتعلم من فلانية إحنا بنبقى نظرية إيه المسيح المخلص إنت إنت هتعلمنا كل حاجة يعني أنا بيجيلي بلاقي في الرسائل عندي ناس بتستشرني صلاح أطلق ولا لأ الجماعة مش تغلانتي مش تغلانتي إنت حلال كل المشاكل خلاص فدي كارثة كبيرة وأبدا لا قدعي أن أنا أقضى في أي حاجة من دي خالص